السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وكل طبعا في قناة مهندس حمال سلامة طبعا بعد ازرع عن تأخير في الفيديوهات اه ان شاء الله في الفيديو ده مالوش علاقة بالمصاعد تماما اه هو علاقة بالكاميرات وطبعا اه تلات اربع اللي بيسمعوني دلوقتي هي خرجوا خالص لو هم متجين لمجال المصاعد بس اه لو انت مهتم او عندك كاميرات مرأبة اتمنى انك تتفرج على الفيديو لان الفيديو ده يفيدك جدا 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 وان ما فدكش هتفيد غيرك لان انا بدخل عند ناس مركبة كاميرات مرأبة بلاقي كاميرات ما بتسجلش ودي مشكلة كبيرة جدا فاضطريت ان انا نزل الفيديو ده اللي هو هنستعرض فيه ان اه ليه الدي في ار ما بيسجلش وايه هي علامات التسجيل وازاي نعرف الدي في ار بتاعنا بيسجل ولا ما بيسجلش كل حاجة بالتفصيل سواء ظهر او مش ظهر ان شاء الله نقدر نحل المشكلة ما قدرناش نحل بان اتصل بحد متخصص يحلنا المشكلة او نتواصل مع بعضا مفيش اي مشكلة واللي عنده مشكلة يتكلم في كومنتات مفيش اي مشكلة خالص تمام اه في الفيديو ده بداية كده هنستعرض علامات التسجيل اشكالها ايه? اشكالها ايه بالزبط في الدي في ار اه اللي ما يعرفش عن ايه ده هو بمعنى اه ان هو هو اللي بيسجل او اه جهاز تسجيل الكاميرات زي كده بس شكل بس هو بيسجل الكاميرات على تمام? فاحنا هنستعرض لاول علامات التسجيل اشكالها ايه? واللي مش موجودة في الصور او الانواع اللي انا هقولها دلوقتي زي كونفوي البي تيك الايكو تيك الدهوة الجرين اليس اوريجنال المونلايت اه كينج ستون اه اه قصد هيكفجن مش كينج ستون هيكفجن تمام? الي عنده ديفوار ما 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 ذكرش او انا مذاكرتش الاسم بتاعه دلوقتي اوتوماتيك من علامات التسجيل اللي هنعرضها دلوقتي هيعرف او الدي في ار عنده هو بيسجل او ما بيسجلش لان كتير دلوقتي انت لو عندككاميرات مره عبابصت للدي في ار بتاعك منين تعرف انه بيسجله? منين تكون عندك دراية بالكلام ده. تمام? كل اللي هنستعرضه قدامك ده دلوقتي ادي ادي كاميرا. دي كاميرات مرأبة تانية ودي كاميرات مرأبة تالتة. تمام? نستعرض دي مسلا. لو احنا ركزنا كده في الشمال. هنا شايفين علامة الخاضرة دي. دي علامة التسجيل. في كتير مننا يجهل ان هو بيسجل او بيسجلش. فهمت اللي يهمك في الكاميرا انها مش شغالة. لا اللي يهمك في الكاميرا انها شغالة وتركيزك كله على العلامة دي. العلامة دي. اوكي? العلامة الخاضرة دي معناها اني بيسجل. مش موجودة يبقى ما بيسجلش. زي هنا في اي علامة ظهر قدامك. فيش اي حاجة غير الصوت وكام واحد او كاميرا واحد. ودي الكاميرا كاملة هم. فيش فيها اي علامة ان هو بيسجل. يبقى دي ما بيسجلش. وصلت? طيب اللي بيسجل او ما بيسجلش هنستعرضه. سواء او مكتوب لا يوجد عمل الكورس الصلب اللي هو الهاردسك. تمام? او مش اري الهارد هقدر اقول لك حل المشكلة دي ايه? وحل المشكلة دي ايه? تمام? يعني احنا في الفيديو دي هنستعرض علامة تسجيل الاول لاشكالها ايه? واللي مش موجود في الصور او في الانواع هيعرفها من كلامي. خلاص? بعدها اللي مش موجود هنستعرضه بقى ازاي يحل المشكلة دي سواء اري او مش اري. تمام? نبدأ كده نستعرض الفيديوهات او نستعرض العلامات. ده اسمه ده هو. شايفين الكاميرا رقم تلاتة قدامك هي. هل في علامة تسجيل قدامك? يبقى ما بيسجلش. انا عامل ان الكاميرا دي ما بتسجلش لانها بتسجل سوايا مش متوصلة. هنا القاميرا اتنين دي انا مديها انها هتسجل. خلاص? وكزلك. هنا. شايفين ادي دي فيور اهو. موجود اهو. ولا اي حاجة تمام? شايفين العلامة دي? هي دي العلامة التسجيل. يبقى العلامة دي ما تهمنيش ولا العلامة دي تتهمني انا اللي يهمني اللي جانب كام كزا بكزا. يبقى العلامة التسجيل او عالمة الراديو دي هي علامة التسجيل بتاعتي. دي اللي يتهمني في الكاميراة كلها. كزلك الكاميرا دي نفس الكلام اهو مكتوب اي اتشي دي اللي همني جانبه لعالمة الراديو دي. تمام? فا اه الديفئرات اللي انا بس تعرضها دي. دي كزا نوع. في الديفئرات اللي هقولهم تاني كونفوي بي تيك ايكو تيك. دهوة جرين يس اوريجنال مولايت هيج فيجن. كل دي ديفارات هنهولها دلوقتي. اي ديفار تاني هتلاقي فيه يعتبر يا زي العلامة يا شبهها يا مختلف عنها شوية بس المهم هتعرف انه بيسجل او بيسجلش. هنا ده ده هو برضو. علامة خاضرة ايه? تمام? غيره. ده هكفيجن. شايفين? العلامة فين? ده كده بيسجل. العلامة دي لو مش موجودة وعندك ديفار هكفيجن اعرف انه بيسجلش. فلزم ان تتصل بحد متخصص هتشوف المشكلة. وان شاء الله هنستعرف برضو في اخر الفيديو ايه المشكلة? وازاي نحلها. تمام? احنا بنستعرف بشكل سريع. ده ديفار برضو. ادي التاريخ ودلوقتي. في حاجة فوق مفيش حاجة فوق. تعال تحت. في حاجة تحت. مفيش حاجة تحت. هنا في حاجة تحت. مفيش حاجة تحت. يبقى ما بيسجلش. وسط الفكرة ادي كاميرا زيها. ماشي? هنا ده ده هو بيسجل اهو. شايف? اوكي? هنا ده كنفوي. شوف? اهو. شايفين علامة الخضر ازاي? اهو. قدامك ايه. يعني كل الديفارات تقريبا هتلاقي نفس النوع او نفس المنظر ده يعني. ده ديفار مش فاكر نوع ايه بالزبط. بس برضو مديك علامة التسجيل ايه. ده من نوع الديفارات القديمة. تمام? اهو. شايفين? اهو. اوكي? غيره. ده اهو. ظاهره قدامنا اهو. تمام? غيره. قدامنا اهو. تمام? ده كنفوي تقريبا بس قديم. اهو. شوفوا نفس العمل اللي انا بقولك عليه. دي موجودة بنعرف ان الهرد بيسجل. اصل الفكرة كلها ان الواحد بيفجأ او بيتفاجئ. يعني ان احنا اه الكاميرات بتسجل تمام حصلت قدامي سرقة. جاي برجع مش لقى الكاميرات بتسجل اضطرها بتصل بحد متخصص يقول لها جديد في مشكلة ومش في مشكلة والكلام من ده. فلأ انا اعرف واطمقين ان الكاميرات بتسجل قدامي والدنيا تمام. هنا هو بيسجل. هنا دلوقتي بيسجل ده. ده كنه بيسجل ما بيسجلش قدامنا اهو. قدامنا اهو بالصدفة اهو ادي صورة. فيش اي حاجة قدام تسبت انه بيسجل. وصلت. ده نوع الصيغة بتاعته او صيغة الكاميرا. ودي صيغة العرض بتاعته ودي صوت ودي فش اي حاجة جامبه. قدام بيسجل اهو بيسجلش. تمام? هنا موجود قدامنا اي حاجة. ها بالراحة كده. ده بيسجل. طب عرفت ازاي انه بيسجل ركز كده? اهي. العلامة هي. شايفين علامة الكاميرا دي? دي كده تسجيل. مش شرط تكون جامب الكام بس ممكن تكون فوق زي كده. تمام? وفيه برضو اخدر ساعات بيزهر لنا هنا. فالمهم انت كده هتعرف اوتوماتيك بتاعك نوع ايه. الديفقر ده تقريبا اسمه تمام? هنا بقى في ديفقرات بيزهر لنا يقولك لا يوجد عمل الكرس الصلب. تمام? لا يوجد عمل الكرس الصلب ده يعني بمعنى ايه? ان 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 الهارد مش شغال. لا يوجد عمل الكرس الصلب ده. لا ان الهارد مش شغال. هنعرف ازاي هنحل دلوقتي. تمام? المو اللاية اللي بكلمك عليه. ادي كده الكاميرات اهيه? بتسجل. عزرا كده بقى تعال نرجع للنقطة تانية اللي هنا. كده العلامة دي مش علامة تسجيل على فكرة. كده لأ عزرا بقى انا قلتها العلامة دي كده مش علامة التسجيل. العلامة دي علامة مش كاميرا وخلاص ان الكاميرا شغالة. تمام? اهو. كده علامة دي ما لناشى علاقة بيه. كده ما بيسجلش. طب عرفنا ازاي? بعدها هو الفعل اللي يوجد عمر الكرس الصلبة اهو. واتوماتيك اهو بدلوقتي ايه? ما بيسجلش برضو. دي يجي للصورة اللي بعدها هو ده اللي بقولك عليه. بعدها ظهر لنا اهو انه بيسجل بالعلامة القديمة اللي احنا قلنا عليه. كده عرفنا انه بيسجل اهو. تقريبا العلامة دي سابتة في المون ده. المون الايد ده قديم شوية بس عزرا يعني ان انا قلتها. فاحنا تركزنا كله على العلامة اللي هي التسجيل بتاعنا ده. تمام? ده بيقرر لنا الهارد عادي اهو. لو ركزنا فيه. بنخش على التسجيل وبعدين قدرت الكرس الصلب. وبنخش على الهارد قدامنا الهارد اهو. يبقى الهارد شغاله وبيسجل مش اي مشكلة فيه. طيب ساعات الهارد بيقرأ وما بيدناش علامة التسجيل دي. فهمني? بنضطر نفرماته. ده اول حالة بالنسبة لنا. هنشرح ده كله قدام شوية. هنا عارفنا ازاي انه بيسجل قدامنا اهو. دي علامة التسجيل اهي. اصلت. اي دي علامة التسجيل. اصلت. غيره. هنا فين علامة التسجيل اهي. قدامنا اهي. تمام? ده نوع قديم شوية زي الدهوة كده اهو. تركزنا كله اخدر برضو عمز تحس ان هو دهوة بس ده مش دهوة ده نوع قديم شوية. اهو. تمام? وتعريبا ده النوع البيتك. ماشي? ده دهوة اهو شوف علامة التسجيل ازاي? ده دهوة برضو اهو بسجل. اده علامة التسجيل هنا ده كده ما بسجلش كاميرا واحد ما بتسجلش قدامنا اهو. مش اي علامة? انما هنا العلامة اهو اخدر 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 كزلك تمام? غيره. ده قدامنا ده وهو بسجل برضو. العلامة دي بالمرة يعني العلامة دي معناها ان يفي حركة العلامة الحمر ايه? تمام? هنا كاميرا اهو. ده دهوة ما بتسجلش. تمام? لو جينا للكاميرا البعدها انلاقيه ده بسجل اهو. ده محيل لاسمي ده اهو. اهو بسجل. تمام? هنا اهو ده ايه? قدامنا ده بسجل. وصلت. ده هنا بسجل. ده تقريبا برضو اهو بسجل. تمام? هنا ده بسجل اهو. بس. كده خلصنا اللي بسجل اللي ما بسجلش. طيب لو جينا دلوقتي شغلنا فيديو صغير عن اللي بيزهر لنا قدامنا. دي مسلا مخسلة اهيه? قدامنا لو ركزنا كده ان ما بسجلش. لو ركزنا كده اهو ما فيش اي حاجة جنب ده ما بسجلش. ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فان بسجلش. فنعمل ايه? دلوقتي اول حاجة مطلوبة من حضرتك بتشغل كده عادي. هوريك المنظر. بنضغط كليك يمين. ونعمل مينيو. ونخش على هار ديسك درايف. تمام? وندخل. لقينا الهار ده قدامناه قاري. قاري. تمام? وكل دي باربح على حسب بقى كليك يمين. وبتضغط المينيو مينيو بتاعت وتخش على ادارة الكرسي الصب بتاعتك. او الاتشي دي دي. على حسب هي فين بالزبط عندك في الدي في ار. تمام? بتخشها. الارد الهارد قدامنا قاري هو. الهارد ديسك قاري. ومش بيسجل. ده معنى انه عايز يتفرمط. اوكي? لو احنا ضغطنا كده. بنيجي قدامه كده نعلم عليه. ونضغط فرمات ديسك. خلاص? فرمات ديسك. ونضغط كونفيرم. لو ضغطنا كونفيرم اوتوماتيك بيقولك انا عايز اعمل ريستارت او اعادة تشغيل. اوتوماتيك بيرستر نفسه ويشغل. وبالتالي بعدها بتلاقيه بيسجل بالمنظر ده. خلاص? ده اول حل بالنسبة لنا. فيه بقى هتقولي طب الموضوع ده بيتكرر معايا كزا مرة. انه كل شوية فرمات بتاعك من ثلاثة ياما اربع تيام بجهز. بفرماته انا لازم انا فرماته. بيكون بقى سيادتك دور كده في الضبط هتلاقي فيه حاجة. اه حد مغيرها اوتوماتيك او من الفن المتخصص اللي جه ركب الكاميرات لحضرتك. ان هو بيقوله ايه انت اعمل لي فرمات يدوي. ما بيعمل لي فرمات يدوي لازم انت سيادتك لتفرماته. انما انت تقول له لأ ما تخلهوش فرمات يدوي انت اعمل اوتوماتيك بنفسك. مسلا انت بتسجل اربعة ايام يبقى واحد اتنين تراتة اربعة يجي سجل خامس يمسح واحد وكزالج يجي سجل السادس يمسح اتنين وهكزا. يمسح قدم تسجيل. تمام? دي بالنسبة الاول حل ان انت الهارد اري واسلم حل. اه ان الهارد اري وتفرماته يدوي وانكر العملية دي كزا مرة انت اوتوماتيك غير الضبط بتاعك وهتزبط الامور دي. ده بالنسبة لنا ده اول حاجة بالنسبة لنا في الموضوع ده. تمام? طيب ما لقيتش الهارد بقى مش لقيت الهارد مش موجود زي الفيديو اللي هشغلولك ده. تمام? ده قدامنا اهو برضو المفيش علامة التسجيل. اوكي? علامة التسجيل مش موجود اهي? ولا هنا ولا هنا ولا هنا. تمام? نيجي كده ده دي في ار تاني خالص. نيجي نضغط كليك يمين. القايمة الرئيسية. ماشي? بعدها هنخش على التسجيل. او الاعدادات متقدمة. الاعدادات متقدمة هتخش على الكورس الصلب قدامنا هو مش قاري. الهارد بقى مش قاري دي مشكلة تانية خالص. مشكلة ايه? هنبدأ نحلها مع بعض دينا دلوقتي. مشكلة ايه? سيادتك دلوقتي اول حاجة هنذكرها او نذكرها مع بعض. اي دي في ار لازم ان يكون متوصل بالادابتور ده. هتقولي انا موصل بتاعي بالبارس ابلاي ده عادي خالص وطلع منه اتناش كزا اتناشر فولت وموصلهم للكاميرات وموصلهم للدي في ار للدي في ار. افضل حل واسلم حل سيادتك لو انت شايف ان الاتناشر فولت دول مزبوطين والامبير بتاعهم كويس ما فيش قادرة مشكلة. انما المشكلة في ايه? ان الدي في ار اساسا بيجي في كارتونته ادابتور زي سيادتك ده. ومكتوب عليه قدامنا كده. اتناشر فولت اتنين امبير. اتناشر فولت اتنين امبير. طالما مكتوب عليه اتناشر فولت اتنين امبير يبقى لازم ان يتحط ليه? عشان الكهربا بتاعته توصل للهارد ديسك مزبوطة. وما تقلش يبقى اتنين امبير واصلن له كامل مكمل. بحيس ان حصل اي افلى في الكاميرات. ما يعمل ليش مشكلة في ويعمل لي مشكلة في بتاع وبالتالي مشكلتنا بدل ما هتبقى صغير هتتفاكم وتكبر مع الوقت. فالافضل ان انت تحط الباور سوبلاي الاصلي بتاع الجهاز. يتحط. ولو خلص تجيب اللي هو بيبقى زي ده كده بالزبط. ده بيبقى شبه ده كده بالزبط. بيبقى في السوق خالص اه وزي ده كده. وبتلاقي مكتوب عليه اتناشر فولت اتنين امبير. اقل من اتنين امبير ما تجيبش. وصلت? ده لازم لدي بقار يتوصل له مخصوص. بقى ارصب لي ده سيادتك بيخرج اتناشر فولت كام امبير على حسب عشر وفي عشرين في خمستاشر. على حسب الكاميرات اللي عندك. كل كاميرا فيه ناس بتقدرها انها نص امبير وفي ناس بتقدرها واحد امبير وفي ناس بتقدرها من كده. هي عامة القاميرات من واحد من عشر امبير اتنة من عشرة امبير اقصى حاجة. احنا بنقول نص وانا بقول واحد ليه? عشان سيادتك بديجي بالليل في اضاءة ليلية الكلام من ده. اللي ده مش مش واضحة في اضاءة ليلية في هي دي النقطة بس ان ايه? انا بحط الاحتمال اكبر. بحط الاحتمال ان البارس و بلاي ده بيطلع عشرة امبير. هو بيكون صيني و بيطلع عشرة. هو لو طلع عشرة اصلا هيضرب. فهو بيطلع عشرة عشرة. بيطلع عقلب كتير. وصلت فاحنا بنحط احتياطاتنا. فده يوصل للكاميرا بس. وتوصل الادابتور سيادتك لده. طب انا بشرح حت دي لابش ما انصح. حضرتك ايه اللي دخل الموضوع ده في الموضوع ده? هقول لك. ان احنا سيادتك دلوقتي لو احنا فتحنا الدي في ار هنلاقي في خانة هنا كده. الخانة دي مكونة من اربع اطراف. اتناشر فولت وخمسة فولت. في الدي في ارات القديمة وما زالت موجودة لحد دلوقتي. الاتناشر فولت وخمسة فولت دول سيادتك اول ما تفتح الدي في ار عشان تشوف الموضوع ان ما بيسجلش ليه? مدي ايدك على الهارد او مدي ايدك من بره في الدي في ار. المفروض انك ده هارد دي ستوانة بتدور حجوها. لازم ان تحط ايدك عليها لازم ان تكون شغالة. طيب مش شغالة سيادتك بتفتح الدي في ار. وتشيل دي خالص كده. وتحطها هنا كده. المفروض ايس بين دي و دي. بالراحة كده وبفن بالافو ميتر تيس. توجه على فولت دي سي اللي هو الفولت المستمر. وتيس موجب وسالب بيديه كينة اتناشر فولت وده خمسة فولت. تمام? يفضل وهي محطوطة تيس. وهي محطوطة بالمنظر ده كده تيس. عادي. هتلمس كده وتلمس كده هتلاقي اتناشر فولت وخمسة فولت. شي لانت الكابلات دي وحطها تاني وارد جدا. يشتغل ممكن الكابلات في اطراب. كلام من ده عندك طراب. هيكون معلقة وتشتغل معاكم في مش مشكلة او الهارد ريسك يشتغل معاكم في مش مشكلة خالص. طيب هو بيشتغل لقيت فيه صوت في الدي في صوت في الهارد ريسك نفسه. في صوت ستوانة بتعمل تكتكة جامدة. او صوت انت سامعه. ده معنا ان الهارد كده طار. تمام? او الكهرابة بتاعته مش مزبوطة. فانت سياتك بآآ افو ميتر بتقيس هنا اتناشر فولت وخمسة فولت. فلازم ان يسمعه معاك ان الهارد اري والدنيا تمام. خلاص. وساعات الكابل ده نفسه بيكون بايز. فانت تأكد ان اتناشر والخمسة مزبوطين والدنيا تنتمام. دي اول اول حل بالنسبة لنا. يعني دي فار مش شغال. بس دي الهارد مش شغال. فانسمع صوتك تكا. يا اما الاثناشر فولت والخمسة فولت مش طالعين. طيب نعرف ازاي ان الفولت ده ضعيف وكده. وانت حاطتها ايس. اللي قيته ضعيف. فسيادتك شيل اي كهربا وصله ده من الباور صبلاي الصغير ده. ووصل له ادابتور تاني مختلف. جيب له ادابتور اوريجنال يفضل اللي هو اتناشر فولت اتنين امبير. تمام? انا كده بالنسبة لي خلصت. يعني انت كده عندك حلين. بمعنى ايه? حلين بمعنى ايه? انت وصل له ادابتور زي ده. سيادتك بتقيس الاتناشر فولت على اللي احنا لسه عمليه دل وقت حالا. وصلت اللي احنا لسه عمليه دلوقات حالا اللي هو ايه? تفتح وتقيس هنا كده. الاتناشر والخمسة فولت. وتأكد ان هما طلعين تمام. الادابتور بيوصل في حتة دي من ناحية تاني. خلاص? الدنيا كده تمام? اه. الاتناشر وصلين والخمسة وصلين تمام. تروح شايل الكابلات دي. كده شايلها. وحطتها تنور جدا انتراب معلق. هتشوف الديفار. هتلاقي الهرد اشتغل اوتوماتيك وبيعمل صوت معك. الصوت استوانك هينها بتقوم بالزبط. وهيقوم معك عادي وفيش ادنى مشكلة وهيشتغل. طيب سمعت الصوت ومش قادر يقوم بعدين بيقف تاني يبقى الهرد كده مشايع. بس الكلام ده تتأكد ان الفولتية تمام? بتاعتك اللي هيقض اللي اتناشر وخمسة فولت تمام? والدنيا ان شاء الله. تمام? طيب في حاجة ظهرت معك تانية غير اللي هي انها دي. اللي هي لا يوجد عمل الكرس الصلب. اللي هي الرسالة اللي شايفينها من شوية. في احنا بنخش سعب برضو من هنا في دفاع رابط تجي تخشات تلاقي التسجيل ادارة الكرس الصلب هوا. من الكائم الرئيسي. وبعدين بتخش بتلاقي الهرد قري قدامك كده. بترك بالمنزر ده قلنا لك اول حل لو بيتفرمت عادي خالص. بس خد بالك وانت بتفرمت ان الفرماته هتطير كل اللي عليه. تمام? هنا بقى لو جالك فيه لا يوجد عمل الكرس الصلب. هنا مفيش ما بيسجلش هو. بس مكتوب لا يوجد عمل الكرس الصلب. ده معناه ان كده ايه? هنا ده انا فتحت الدي في ار لقيت فيه تراب على الهرد نفسه واتعملت. جات اتكررت تاني. فببص مرة 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 لقينا الدي في ار نفسه لقينا الهرد نفسه فيه صوت بيطلع منه فخلاص. فالمفروض يا جماعة ان في هرد بيكون مخصص للدي في ارد البيربل. فالمفروض ان الهرد ده هو اللي بيوصل للدي في ارد دي بيكون سرعته عالية بيكون اضك في التسجيل بمعنى ان هو متناسب مع اي دي في ار لان الدي في ار له اسلوب تسجيل معين. مش زي الكمبيوتر. بس لانه اوتوماتيك مسلا هو بيسجل اسبوع فبيجي في اليوم التامي اللي لازم ان يمسح اول يوم. وهكذا. بس. انا كنت بستعرض معاكم الموضوع ده بشكل عام كده. ويا ريت اللي عارف المعلومة يفيد غيره. ويفيد كل الناس. اه اتمنى ان الكل يفيد بعضه يعني بس مش اكتر انا انا دي معلومة قلت ان ما فيدي الناس بيها مش اكتر. وان شاء الله كله يفيد بعضه بازن الله واربنا يسر امور بازن الله. وانا اسف جدا جدا على تاخير وربنا يسر الامور في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. دمتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.